حقيقة رجعنا لموضوع يمكن شغل الناس كلها والشرع المصري كله شايفين كلام كتير جدا عليه على مواقع التواصل الاجتماعي هو مشروع القانون للأحوال الشخصية فيه لجنة من الخبراء تشتغل على هذا المشروع لإرساله إلى مجلس النواب للانتهاء من جميع المواد طبعا احنا عارفين انه الأحوال الشخصية بتنظمها ست قوانين وده يمكن عامل شوية لبس وعمل مشاكل شوية في التنفيذ دلوقتي احنا معانا في هذه الفقرة دكتور مصطفى أحمد أبو عمر عميد كلية الحقوق جماعة التنطى عشان نتكلم معاه عن هذا القانون الجديد ازاي يقدر ان هو يحقق الحفاظ على الأسرة المصرية وحقوق الأطفال وحقوق الزوجات وما إلى ذلك كل التفاصيل هتكون معانا مع حضريك طبعا منوارنا يا دكتور ويمكن هذا المشروع التحديد الناس كلها بتتكلم عليه دلوقتي مش فاهمين يعني ايه وجود صندوق يعني ايه اللي هيحصل لما نروح تجوز في لبس كده والناس مش فاهمة خليه في البداية كده حضريك تبصت لنا هذا المشروع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ايه بنوده ونقشهم واحدة واحدة مع حضرتك ان شاء الله يا فهندس بإذن الله طبعا احنا كان عندنا زي ما حساعتك تفضلت وقلت فيه ست قوانين بينظموا مسائل الأحوال الشخصية في مصر سواء منها الجوانب الموضوعية او الجوانب الإجرائية منهم القانون 25 سنة 20 خاص بالنفقات القانون 25 سنة 29 خاص بالطلاق وفيه بعد كده القانون 119 سنة 52 الخاص بالولاء على المال وطبعا القانون 25 سنة 20 و25 سنة 29 اتعدلوا بالقانون الرقمية سنة 85 ده بالنسبة للجوانب الموضوعية إلى جانب ذلك بقى من سنة 2000 صدر قانون اسمه القانون رقم واحد بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بدأ يتعامل لمسائل الأحوال الشخصية إجراءات خاصة بيها وضمانات خاصة بيها من أجل الحفاظ على الأسرة وسرعة الفصل في المنازعات وضمان حصول الزوجات والأولاد والولادين على النفقات وهذا القانون الواحد لسنة 2000 ده لنص على صندوق تأمين يعني الصندوق تأمين ده منصوص عليه من سنة 2000 بس طبعا هنقول اللغة اللي حاصل إيه دلوقتي هنكلف التفصيلة دي تحديم بعد قليل بعد كده صدر القانون رقم عشرة لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة علشان تبقى محاكم متخصصة وتوقت في أماكن بعيدة عن المنازعات الأخرى علشان الطفل هو رايح مع مامة المحكمة ما يشوفش المجرمين متكلبشين وكلام من ده يعني فكرة محاكم الأسرة أماكن منعزلة تحافظ على الحالة النفسية للصغار بالإضافة إلى خضاء متخصصين من أجل سرعة الفصل في الموضوع بعد كده بقى صدر في نفس السنة سنة 2004 القانون رقم 11 سنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة المصرية ده في 2004 يعني صندوق موجود من 2004 هذا الصندوق موجود التعديل اللي حصل عليه في المشروع الجديد هو زيادة الموارد بطريقة مقننة جدا وهنقولها دلوقتي بالتفصيل بحيث كل المبالغ اللي الناس سمعتها دي كلام غير صحيح بالمرة ومجرد شائعات تصدر عن أشخاص جر متخصصين يعني المبالغ الكبيرة المنصوص عليها في القانون دي هي مبالغ الغرامات عشان ما نشتتش نفسنا أنا أسفى أحمد جدا عشان بس ما نشتتش نفسنا وما نشتتش المشاهدين لأن الموضوع ده فعلا الناس مهتمة به جدا خليه نمشي فيه نقطة نقطة يعني نفند البنوت ونتكلم فيها حاجة حاجة سنة ألفين واربعة وبمجرد القانون رقم 11 سنة ألفين واربعة القانون ده زي ما حدك لما لوقتي مع كل وصيقة زواج كان يدفع خمسين جنيه بتروح للسندوق مع استخراج أسيمة زواج جديدة يدفع رسم خمسة جنيه مع إقاع الطلاق أو الرجع يدفع رسم خمسين جنيه مستخرج رسم أسيمة الزواج كان يدفع رسم أربعة جنيه دكتور مستفى يمكن يعني منذ أيام قليلة حينما تم إعلان يعني ده من خلال يعني أحد الافتتاحات اللي كان موجود من وزير العدل في هذا الصدد قال إنه يبقى فيه مبلغ من المال هيتم دفعه لهذا الصندوق أو لصالح هذا الصندوق بالضبط على الحمد خلينا ماشي الكلام القانوني بالضبط حلو لكن المشاهد دلوقتي اللي بيسمعنا هو هم ونا هدفع قده أطمد المشاهد دلوقتي لأنه يطلع كلام وتبقى لغط وتقال الحقيقة ندفع 20 ألف لا هندفع 50 ألف فيش الكلام ده خلص وفقا للقانون والمسوابة الأولى لقانون بتقول إيه وفقا للقانون اللي هو يعتبر يعني وصل للحالة شبه النهائية هو موجود على فكرة في مجلس النواب من فترة من سنة يعني من العام الماضي وأعتقد إنه على وشك يعني إن شاء الله يعني مش هيتأخر في صدوره القانون ده لا يجوز على فكرة هنعدي لها في القانون عشانت من المواطن لا يجوز فرد أي رسمة أو مبلغ إلا بقانون والقانون محدد موارد الصندوق وده موارد ده أنا أتمنى إن هذه الموارد تزيد وهقول لحظاك إزاي نزودها تزيد عن كم والقانون المشروع جديد بيقول إيه في المدى 97 هيبقى صندوق نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون 11 أسرة 2004 هيتغير مسمى هيبقى اسمه صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية ده من حيث المسمى وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية هيحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة في كل حقوق والتزامات وحتى العاملين في الصندوق القديم هينتقلوا بنفس أوضاعهم الوظيفية ونظامهم المالي إلى الصندوق الجديد ده رقم واحد الموارد هي نفسها نفس الموارد اللي كانت مخصصة للصندوق القديم هي نفسها تقريبا الموارد مخصصة للصندوق الجديد مع إضافة موارد جديدة تتمثل في القاتل رقم واحد الصندوق القديم كلنا بندفع 50 جنيه على قسمة الزواج صحيح في الجديد هندفع 100 ده أنا أتمنى بقى 100 فقط 100 فقط ده أنا أتمنى إن تبقى 1% من مؤخر الصداق بحد أدنى 100 جنيه يعني لو مؤخر صداق 1000 جنيه يبقى لو 1% 1000 جنيه أنا أتمنى أنا شخصية أتمنى أن المئة دي تبقى الحد الأدنى هكتوصل للمؤخر الصداق 100 ألف جنيه لو مؤخر صداق 100 ألف جنيه المفروض يبقى في المشروع حاليا مبلغ مقطوع هو 100 جنيه عن كل واقع الزواج بغض النظر على مؤخر الصداق أنا أتمنى بقى واقترح على مجلس النواب وهو يناقش هذا المشروع أن يجعل هذه النسبة ممكن يبقى فيه تحايل برضو هنا يعني مش هنكتب المؤخر 200 ألف جنيه لا مش صعب تحايل لسبب لأن الزوجة المبلغ ده مقرر صلاح الزوجة والزوجة لن تسمح بالتحايل لأن مؤخر الصداق مقرر صلاحها فهي صعب تسمح بالتحايل يعني لو كان واحد في المئة 100 ألف يبقى ألف جنيه إنما الموجود دلوقتي في مشروع القانون 100 جنيه 100 جنيه فقط مثلا عندك طلاق مثلا أو على الأقل يبقى الألف ده عندك طلاق واحد في المئة من مؤخر الصداق يسدده المطلق إنما الموجود دلوقتي 100 جنيه عن كل قسيمة زواج 100 جنيه عن كل قسيمة طلاق إشهاد طلاق أو رجعة 20 جنيه عن شهادة الميلاد للمرة الأولى و 5 جنيه عن أي مستخرج زي رسوم اللي احنا أصلا متعودين ندفعها الموجودة بس هيها زادت من 50 ل 100 لعشرين جنيه على شهادة الميلاد كانت 20 جنيه لأول مرة بس لكن دلوقتي 20 جنيه أول مرة و 5 جنيه مع كل مستخرج هاي بتقصد شهادة الميلاد ولا وثيقة الزواج لا شهادة وثيقة الزواج مية جنيه وأنا بطلع شهادة شهادة الزواج الزوج هو بيبرم الزواج بيدفع مية جنيه على لشهادة ميلاد الأطفال هي بتكلم على الأطفال وقعت الزواج نفسها وما يجي تطلع برضو أو يرجع زوجته 100 جنيه أيضا المستخرجات الرسمية اللي هيطلعها من الوثيقة بعد كده 5 جنيه على كل وثيقة شهادة الميلاد الطفل 20 جنيه أول مرة و 5 جنيه لما تيجي تطلع مستخرج بعد كده القيدة العائلة وبطاقة الرقم القومي 5 جنيه مع كل قيدة عائلة وبطاقة الرقم القومي القانون بقى أضاف حاجة جديدة جدا اللي هي مشاركة مجتمعية ده الجديد في المشروع قال إحنا هنعمل طابع بخمسة جنيه فئة خمسة جنيه هيتلزع على إي حضاك مثلا تذاكر المهرجانات والحفلات إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيه فأكتر هنتحط عليها طابع بخمسة جنيه يقول إلي الصندوق دعمه رعاية الأسرة المصرية أي عقد توريد حد مؤول بتعاقد مع الحكومة بيعمل مزاجدة أو منقصة أو بيعاقد توريد أو تعاقد مع الحكومة خمسة جنيه على زي دمه على العقد أو على الورقة برحالك أي خدمة حكومية هتدفع خمسة جنيه هذا الطابع الحصولة بتاعته هتقول إيه لصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية هذا الصندوق بقى يا فندم عشان برضو الناس تستوى الموارد هم سبع موارد عشان الناس تتطمن يعني الموارد دي موارد لا تفرض أي أعباء مالية زات قيمة على المتزوجين اللي مقبلنا على الزواج أو الطلاق هي الخمسين جنيه بقت مية فقط لكن إلا في العشرين ولا خمسين ألف ولا حضرك العشرين والخمسين ألف دي إيه بقى دي الغرامات التي ستفرض على الزوج أو المأزون أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة اللي هيخالف أحكام القانون ده دي عقوبات جنائية اللي هيخالف أحكام القانون سواء كان مأزون مثلا مأزون زوج قاصر أقل من طبع الشهر سنة دي فهي حبس وغرامة من خمسين ألف إلى مئتين ألف هذه الغرامة سيتقول إلى الصندوق يعني نخلص يعني نخلص دي تحديدا فيما يخص زمن القصرات دم الموارد بقى حدك الغرامات اللي هتفرض الغرامات ده تفرض على ميز الموارد حدك على واحد من ثلاثة إما الزوج اللي ما أعلنش وهو يبرم الزواج عن وجود زواج سابق ولم يقنع اسم الزوجات السابقات ومحل قامتهن الزوج الذي لا يسارع بتوصيق الطلاق أو بتوصيق الرجعة ويسعى لإعلان الزوجة بها قبل انتهاء فتت العدة دي غرامة الحاضر ينطبق برضي يا فندم على الزوج اللي لم يقبر زوجته أنه طلعها لأنه بتحصل دي غرامة دي غرامة وفي حالة كمان دي بقت العقوبات راضعة علشان الزوج والمقزول يلتزموا التزام تام لذلك طبعا بس مش عايز أخرج عن الخناف الموارد الدولة هتساهم بجزء دي الموارد رقم 3 ما تقرره الدولة من مساهمات لصالح الصندوق يعني الموازنة العامة للدولة هتخصص جزء لصالح هذا الصندوق وهذا الجزء في رأيي ده هيحمي الدولة بعد كده المبالغ التي تنفق على المشاردين في السوارع وعلى المدمنين هتقل جدا لسبب الصندوق ده عشان الناس بس مش عادرة تستوعب أهمية هذا الصندوق لأنه أصلا فيه ناس ما كانتش تعرف أن صندوق ده كان موجود من الأول حمتكلم وأنفق 5 مليار جنيه ويدع بنك ناصر حاليا من 2004 إلى الآن دفع نفقات للمستحقين 5 مليار جنيه اللي حصله 2.7 من 10 يعني فيه عجز حول 3 مليار 3.7 من 10 يعني هو حصل من الأزواج اللي عليهم نفقات أو الأباء 2.7 من 10 ودفع 5 مليار يعني فيه عجز حول 3 مليار وشوي كل دول تحملهم يعني الحالات اللي هيساعدة هذا الصندوق الحالات هيساعدة الصندوق ده رقم واحد المطلقة أو الزوجة ممكن الزوجة وفي اسم الزوجها يحكم لها بنفقة لأن الزوج بخير فيحكم لها بنفقة وهي ما زالت في عسمته أو الحياة الزوجية مستمرة من حق الزوجة كده إذا كان لا ينفق عليها من حقها رغم استمرار الحياة الزوجية أن تطلبنا القاضي أن يفرض لها والأولادها نفقة شهرية تكفيها وتمنعها من سؤال الناس والمطلقة والأولاد والوالدين كمان لو الأب أو الأم المحكمة فرضوا لهم نفقة ولم يستطيعوا تنفذها اتفاقاً مع المحكمة عليهم النفقة بنك ناص وصدر لهم حكم نهاء واجب النفاذ الصندوق ده بيديهم النفقة دي زمان كان بيديهم ما تم تحصيله من المحكمة عليه أو بحد أقصى خمسين 100 جنيه لو المحكمة عليه دفع النفقة كاملة بنديها لهم كاملة لو ما دفعش زي الباعة الجائلين والناس اللي مش دفع كان الصندوق بيديهم بحد أقصى خمسين 100 جنيه في الشهر ودي اللي عمت العجز يعني الصندوق بيدفع مسبقة عن النفقة؟ نعم الصندوق لو ما تمش تحصيل النفقة من الزوج بيدفع هو؟ ما تمش تحصيل النفقة من المحكمة عليه بيدفع للزوجات والأولاد والوالدين والمطلقات بواقع خمسين 100 جنيه شهرية لأنه لو أكثر من كده دفع نجب المساودة الأولى من مشاقق قانون نعم ده بنكلم عن المساودة الأولى من مشاقق قانون ده القانون اللي كان سائد وقت بقى القانون الجديد بقى هيضيف حاجة تانية مهمة جدا ده مش بس الزوجة المحكمة عليه لا المرأة التي لا عائلة لها ملهاش عائل وليس لها مورد رزق سابت ومعروف هيديها برضو نفقات مش كده وبس لو الزوجة محكم لها مثلا بنافقة 1000 جنيه والحد الأدنى للأجور 2400 أو حد الكفاية لهذه الأسرة ما يقلش عن 3000 جنيه الصندوق هيدفع الفرق ده اللي هو إيه الحد الأدنى للأجور أو حد الكفاية أيهما أكبر يعني أسرة عددها كبير ما يكفقاش 1400 فدي ميزة جديدة جدا للصندوق هيدفع للمطلقات والزوجات والولدين والأولاد الفرق بين مبلغ النفق المحكم بفعلا وما بين الحد الأدنى للأجور أو حد الكفاية لكي تعيش هذه الأسرة حياة كريمة عشان كده فكرة السيد رئيسة اللي بيتكلم عن التورى أو الكلام ده العبرة بالمعنى مش ده قانون ده دعوة للأسر المصرية دعوة للجال الأعمال المصريين أن يساهموا في هذا الصندوق بقدر المستطاع وعلى فكرة رجل الأعمال اللي هيساهم في هذا من موارد الصندوق طبعا ما كاملناش الهبات والتبرعات التي تمنح للصندوق بشرط ألا تتعارض مع غرضه وبشرط موافقة الجهات المعنيين مش أي تبرع من أي جهة هنوافق عليه فلو رجل أعمال تبرع للصندوق هذا المبلغ اللي تبرع به بيخصم من الضريبة بس يبقى تم توجيهه إلى أولى فئة مستحقة في المجتمع وهي المرأة التي ليس لها عائل والطفل الذي ليس لهم من ينفق عليه فكانت فكرة الرئيسة هي المعنى هي تحفيز الناس دعوة الناس القادر بدل ما القانون بيقول لك الرسم من جنيه إيه المنع أنك تدفع عشر تلاف جنيه قد تعود عليك أنت القادر اليوم قد يكون محتاج الغد أنا عايز طبعا لناس جدا أنه الكلام اللي بيصار ده كلام غير مظبوط على الإطلاق يعني في نهاية الكلام نقدر نقول أن هذا الصندوق هو صندوق له غرض نبيل وهو الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وعدم تشريد أو تفتيت هذه الأسرة ما بعد الانفصال لقدر الله ودائما بيكون الكلام يا دكتور الهدف الرئيسي منه يعني إحنا لين نهار دا موجودين علشان نفهم علشان خاطر نعرف ما يتم تدوله والمسودة الأولى من هذا المشروع يعني ما هو في طياطية تحديدا الموارد دي موارد معقولة جدا والمبالغ الضخمة للناس سمعتها ليست مساهمة دي كلها إشاعد بس دكتور اسمح لي سريعا جدا جدا وفي حوجة لأنه وقتنا بالفعل انتهى من ضمن البنوط في هذا المشروع هذا القانون هو الحفاظ على الضم المالية لكل زوج ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج البند دا تحديدا كان برضو أثار لغة على مواقع التواصل لتماعي الناس بشفاهمات سريعا جدا لا حضيك هذا الأمر بس حضيك إحنا عندنا الضم المالية للزوجة مستقلة على الضم المالية للزوج تماما والمراس محدد بقواعد أمرا هي الفكرة كان بيحصل إيه ممكن مثلا الزوج علشان يحرم الزوجة من المراس ممكن يطلقها ولا يعلنها ولا يعلنها بالطلاق أو ممكن يطلقها غيابي علشان يحرمها من المراس وتفاجأ بهذا الأمر دلوقتي لا الطلاق الذي لا يوسق والرجع الذي لا توسق لن ترتب أي أثر يعني الطلاق الذي لا يوسق لا يرتب أثره في مسألة المراس وفي مسألة الحقوق الزوجية وبالتالي عملية الطلاق الميادي وإخفاء الطلاق عن الزوجة فتفاجأ بعد وفاة الزوج أنها مطلقة محرومة من المراس هذا لن يحدث لأنه أصبح توصيق الطلاق أصبح واجب وأصبح على المأذون والزوج الزوج عليه أن يوثق الطلاق خلال أسبوع والمأذون عليه أن يعلن الزوجة شخصيا خلال أسبوعين وبالتالي المفاجئات التي تحصل للزوجة وحرمانها لن تتكرر في الزوج أنا أريد أن أضع فكرة جديدة كمان وللأسف بس وقتنا انتهى فلو في أقل من عشر سوائن أقل من عشر سوائن القانون كمان جاب فكرة الاستضافة وممكن للأب يأخذ ابنه أو من له حق الرؤى يأخذ ابنه على الأقل من تمانية إلى 12 ساعة في اليوم والقانون كان ذاكي جدا قال من تمانية صباحا لعشر مساء اللي هي فترة النهار اللي الأب متوقف فيها استطيع أن يقوم بنصح ابنه أو باستحابه في نزهة أو شراء أمور لكن لو كانت الفترة مسائية الأمور كلها مغلقة والحديث الأمر الثاني حضرك أنه سمح بحاجة ما الرؤية الإلكترونية يعني الزوج المسافر أو الزوج الغير القادر على الانتقال أصبح من حقه أن يباشر حق الرؤية إلكترونيا سيرى ويتحدث مع ابنه بسرعة إلكترونية بديلا عن أكيد دكتور مصطفى للحديث بقية لأن موضوع هذا القانون في غاية الأهمية وأكيد لسه هنفرد لي حالات أكتر وأكتر في الصلاة الخيري مصر يساعدنا أن حيك تكون معنا أضيف لمرة تانية فيها أكيد هو كانت رسالة طمأنة فيما يخص تفنيد مواد القانون بنشكر الدكتور مصطفى أحمد أبو عمر عميد كلية الحقوق بجامعة الطنطر شكرا لك فاننا